وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوية ويا من برحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء لك الحمد وحدك أنت المضيث وأنت المذبر يا ذلبه الحمد لله والصلاة والسلام على أشهر في خلق الله سيدنا محمد ومن ولاه وبعد أخواتي في هذه الفقرة وضعت مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة التي تتكرر دائما والتي تتساءل النفس عنها فوجب توضيح الإجابة حتى تطمئن النفس ونفهم أيضا أين هي الأخطاء التي نرتكبها أحيانا دون وعي منا ودون إدراك فكلما زادت المعرفة كلما زاد الوعي اتجاه عبادة الله سبحانه وتعالى تسأل السائلة فتقول لماذا تتأخر الإجابات أحيانا الإجابة على هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى يؤخر الإجابة لأننا نعتقد أننا أو نتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأننا نطلب من شخص آخر وليس من رب العالمين والله سبحانه وتعالى يربينا قبل أن يعطينا فالله سبحانه وتعالى يعطينا ما يناسبنا وليس ما نحبه وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيعطيك الإجابة متى ما استحقيت لها لأنه أحيانا يكون الإنسان أصلا ما مستحق للإجابة كيف يعني يعني قد يطلب الإنسان المال ولكنه قد لا يصون ذلك المال وقد يؤثم فيه فالله سبحانه وتعالى يؤخر له استجابة عطاء المال حتى لا يؤثم بذلك المال فلا يقع ولا يفسده ذلك المال ولا يبعده عن الله سبحانه وتعالى أو لا يشغل قلبه فالله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه يؤخر تلك الإجابة حتى يتأكد الله سبحانه وتعالى أننا أصبحنا جاهزين لتلك النعمة التي نطلبها فيعطيها لنا أما إن كنا غير جاهزين فاعلم أن الإجابة ستتأخر لذلك الإنسان كلما كان أقرب لله كلما كانت الإجابات أسرع هذه هي الفكرة ولكن عادة عندما يكون هناك بعد معناته أن هناك قزء دنيوي شاغل قلب هذا الإنسان والذي قد يؤدي الإجابة على دعائه إلى إفساده وأن هذا الأمر الذي يريده ليس به صلاحه والسؤال الثاني تسأل السائلة هل أستمر بالدعاء إذا لم يحقق الله دعائي لفترة طويلة يعني أنا صال لفترة طويلة وأنا أدعو ولكن دعائي لم يستجاب هل أتوقف؟ أول شيء يا حبيباتي انتبهوا للأمر وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الدعاء عبادة والأصل العبادة لا نتركها لأي سبب من الأسباب فكيف نترك الدعاء لمجرد تأخر الإجابة حتى لو إن شاء الله لعمرنا كله لماذا؟ لأننا بذلك الدعاء نحن نتقرب من الله سبحانه وتعالى قبل أن نطلب فالكثير من الناس تعتقد أن الدعاء بس مقرد طلبات وإحنا قلنا الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة فبالتالي لا يجب أن نتوقف لمقرد أن إقابة الدعاء لم تحدث ويمكن واحدة تقول أني كون هذا التعلق ليس بالتعلق التعلق ليس أني أنا ألح في الدعاء هذا ما تعلق الإلحاح في الدعاء ليس تعلق وأنني أستمر في دعاء الله سبحانه وتعالى ليس تعلق وإن كان الإلحاح لا توجد دلالة في السنة عليه ولكن ترك الدعاء من باب أنه تأخرت الإجابة أمر غير محمود وغير مرغوب ولا يجب أن يصدر من الإنسان المؤمن إذ أن الأصل هو أنه يتعبد بذلك الدعاء قبل أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أي طلب دنيوي سؤال آخر وحدة من الأخوات تقول كلما دعوت ظهرت الإجابة بالعكس كلما دعوت ظهرت الإجابة أو ظهرت الأمور وحدثت بالعكس هذا السؤال له أكثر من بعد فقد تكون الأسباب التالي إما لنيتك الغير نقية قد تكون النية غير نقية بمعنى أن النية ليست لله فتظهر الأمور عكس ما تريد الأمر الآخر قد يكون طلبك للدعاء نتيجة تعلق فالله سبحانه وتعالى يريك مساوي الأمر فيبعده عنك فالإنسان أحيانا لما يكون متعلق تظهر الأمور بالعكس نتيجة لهذا التعلق يظهر الله سبحانه وتعالى ويبعده عن ما يريد فيظهر له الأمر العكسي إذا نتيجة للتعلق أيضا كذلك أحيانا الإنسان لا ينتبه لنقطة وهي أن الإنسان عندما يتأخر عليه الدعاء ثم يرى أشخاص آخرين قد استقاب الله لهم نفس الدعاء عندما يدخل الإنسان في نفسه بعض الغيرة وبعض الحسد وبعض الحقد يبعد عن نفسه الإقابة يبعدها فإحنا قلنا الله سبحانه وتعالى يريد القلب فإن كان القلب غير صافي والقلب غير نقي والقلب لا يتمنى للآخرين يعني في ناس مثلا لما أشوفهم مثلا أنهم حققوا نقاح أو حققوا أو حصلوا على مال أو حصلوا على قوائد بدل ما أفرح لهم وأفرح لفرحهم لا أقول يعني شوف كيف فلان حصل كذا 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 وفلان حصل وانا دعيت ودعيت ودعيت ولم يستجاب لي فذلك من باب القنوط فهنا الله سبحانه وتعالى يحرمك من الإجابة القانط يحرم من الإجابة وقد تظهر الإجابة بالعكس يصير أن الأمر تتعثر الأمور تصبح أصعب الأمور تصبح أسوأ فلذلك انتبه إلى قلبك إذن انتبه لقلبك من حيث النية أولا هل النية لله تعالى تأكد من نواياك وابحث في نواياك ابحث تماما في نواياك الأمر الآخر تأكد من حالة التعلق هل أنت فعلا متعلق بهذا الأمر لدرجة أنه شاغلنك الموضوع لدرجة أنه ما قادر تتحرك وما قادر تروح ودقي فإذن في هذه الحالة الأمر يظهر بالعكس أيضا كيف ترى استجابة الدعاء للآخرين إذا كنت ترى أن تلك الإجابة تجعلك تشعر بالحقد والغيرة عليهم فاعلم أن قلبك تلوث والله سبحانه وتعالى قلنا فضله وكرمه ولطفه لا يسقط إلا على القلوب النقية التقية الصفية ليش نقلنا من دلالات الاستجابة من دلالات الاستجابة صفاء القلب القلب يصبح صافي مرتاح خفيف ولا كأنه في شيء لا حقد ولا غل ولا انتظار ولا تعلق ولا تسليم تام وهكذا يجب على المؤمن إذن إذا كانت الإجابة تظهر بالعكس عليكم أن تنظروا إلى هذه الأمور أحيانا انظروا الآن للسائلة أو السؤال الرابع يحدث أحيانا أنه فعلا يتحقق ما أريد وتبدأ ظهور الاستجابة ولكن ما تكتمل الإجابة يعني مثلا وحدة تدعي بالزواج ثم يأتي شخص يخطبها ولكن لا تكتمل الخطبة ففي هذه الحالة أقول لهذه الأخت أن الأمر بسبب أنه إحنا دائما نعتقد أن الإجابة تأتي على شكل مرحلة وحدة ولكن الإجابة لا تظهر دائما مرة وحدة الإجابة تظهر على شكل مراحل فمثلا الإنسان أحيانا يدعو بوظيفة معينة فلما يأخذ الوظيفة تظهر له وظيفة أقل مما هو طلب إن قبل بها ورضى فله الرضاء يعني الله سبحانه وتعالى عن طريق ذلك الوظيفة سيوصله للوظيفة التي كان يريدها فالناس اللي يصير أحيانا أن الفتاة لما تدعو 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 ويظهر الأمر تنسى فضل الله تعالى فتنشغل بالأمر وتنسى أن تبقى في حالة امتنان يعني في حالة حمد وشكر لله يعني تشعر بالفرح الفرح اللي ينسيها والله لا يحب الفرحين الفرح اللي ينسيها فضل الله سبحانه وتعالى الفرح اللي يخليها تنسى أنه الاستقامة جاءت من الله سبحانه وتعالى وكان الأصل أن تبقى حامدة شاكرة حتى يتم الأمر وتستمر في أن يتمم الله لماذا دائما لما الناس تخطب أو غيرا نقول يا رب يتمم لهم الأمر إذا ندعو لهم بتمام الأمر فما دائما الله سبحانه وتعالى يعطينا الإجابة دفعة واحدة يعطينا إياها على شكل مراحل ليرى ثبات وصدق العبد في الإجابة هذه أربعة أسئلة ويعني قد تظهر أو تدور في بال الأخوات أتمنى أن أكون أو أرجو من الله تعالى أني أنا أكون أقبتها أسأل الله تعالى أن يجلي لكم رغباتكم ويجيب لكم دعواتكم إنه على كل شيء قدير أخوات الغاليات لا تيأسن ولا تحبطن واعلمن أن الواقف بباب الله لا يرد خائبا أبدا أسأل الله تعالى لي ولكم الصلاحة والهدى واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقويا ويا من برحمته يستجي ليرفع عن الأذى والبلاء لك الحمد وحدك أنت المضيث وأنت المذبر ويا ذا البها ويا ذا البها ترجمة نانسي قنقر